اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين من الفضائل الصبر ومن الرذائل الجزع الصبر هو بمعنى كف النفس ومنعها عما تحبه من الرذائل وترك الجزع عما تكرهه من المصائب والمصاعب حياة الإنسان فيها مطبات وفيها مشاكل كثيرة والإنسان لأنه عاقل ينبغي عليه أن يحكم عقله للتغلب على تلك المشاكل أو إذا لم يتمكن من حل تلك المشاكل أن لا ينهار أمام تلك المشاكل نفس الإنسان جموحة قد ترغب إلى الرذائل فكبح جماح هذه النفس لكي لا تسقط في مستنقع الرذائل بحاجة إلى صبر الإنسان يصبر فيكبح جماح نفسه من السقوط في مهاوي الرذيلة لأن كثير مما تحبه النفس من الملذات المحرمة وكذلك الإنسان يواجه مصاعب فإن النفس لا ترغب في المصاعب بل تحب الدعاء والراحة والفرار عن المسؤولية والصعوبات فكبح جماحها بأن الإنسان إذا كانت وظيفته عملا صعبا يقوم بتلك الوظيفة ويكبح جماح النفس وكذلك الإنسان قد يبتلى بمصائب أيضا النفس تسوقه إلى الجزع فيكبح جماح النفس لكي لا يجزع ولذلك كما في الروايات الصبر على أقسام ثلاثة صبر على الطاعة الإنسان يستيقظ في أول الصباح حين طلوع الفاجر ويصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين وهذا الإنسان قد يكون منشغلا في المساء إلى وقت متأخر فحينما يريد القيام لصلاة الصبح نفسه تسوقه إلى الدعه إلى الراحة لكي يستمر في النوم فيقاوم هذه النفس ويستيقظ ويؤدي الفرض الموظف الذي هو في وظيفة نفسه تسوقه إلى الدعه ليسرق من الوقت وليقلل من العمل إذا وظيفته أن يقوم بمثلا بثمان ساعات من العمل المتواصل يسرق من هذا الوقت وقد يصل بعض الأحيان في بعض الدول عمل الموظفين إلى أقل من ساعة وهو يتقاضى أجرا بمقدار ثمان ساعات النفس تسوق الإنسان إلى الراحة لكن بالصبر يعني مقاومة النفس الإنسان يقوم بالواجب وبالطاعة وذلك في صالحه لأن جميع الأوامر الإلهية إنما هي بصالح الإنسان والراحة والدعا غالبا تكون بضرر الإنسان الطالب الكسول هذا لا يصل إلى النتيجة المرجوة في نهاية السنة ولا يترقى على سلم الرقي والعلم لكن الطالب الذي ينشغل بالدراسة على رغم أن نفسه تسوقه إلى الراحة لكنه يترك الراحة يقلل من نومه يقلل من مشاهدته للتلفاز يقلل من استراحته لكي يدرس لكي يحصل النتيجة المرجوة فبصالح هي كان ذلك الصبر كذلك قد تكون هناك معاصي أمام الإنسان مخالفات تجاوزات الإنسان يصبر بمعنى أنه يكبح جماح نفسه لكي لا يرتكب تلك التجاوزات والمخالفات وهذا أيضا بصالح هذا الإنسان لأن الإنسان الذي يتجاوز على حقوق الآخرين يضر نفسه قبل أن يضر الآخرين يضر آخرته بل ويضر دنياه أيضا وكذلك في المصائب الإنسان إذا ابتلي بمصيبة كموت عزيز أو مرض شديد بحيث أنه فقد بعض أعضائه مثلا أو بعض قواه فإن هذا الإنسان إذا انهار أمام المصيبة يبتلى بمختلف الأمراض ولا يتمكن من التقدم لكن إذا هذا الإنسان لم يجزع صبر على المصيبة بمعنى أنه تحكم في نفسه وحاول أن يتجاوز هذه المصيبة فإنه بصبره يتمكن من التغلب على المشاكل وبعبارة أخرى ليس الصبر هو بمعنى عدم العمل وإنما الصبر هو عدم الإنهيار أمام مطالب النفس غير المشروعة والإنسان إذا لم ينهار أمام هذه المطالب غير المشروعة فإن ذلك خطوة صحيحة نحو الأمام ولذلك كان الجزع مكروها بل في بعض الأحيان محرم والصبر يكون مطلوبا نعم هناك استثناء في الجزع وذلك لأنه يرتبط بالأهم وهو الجزع في مصيبة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أو مصائب الأئمة عليهم الصلاة والسلام فإن هذا الجزع ليس انهيار أمام مشتهيات النفس بل بالعكس قد النفس لا ترغب إلى هذا النوع من الجزع ولكنه لأنه طريق للاقتداء بالرسول وبالأهمة عليهم الصلاة والسلام والتعبير عن المودة المودة تجاههم لذلك كان هذا جزعا مطلوبا وهذه حالة استثنائية فبشكل عام ينبغي على الإنسان أن يكون صبورا وليس الصبر بمعنى الكسل وإنما بمعنى عدم الانهيار أمام المشاكل أو أمام متطلبات النفس وأن يترك الجزع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر